بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شهيني التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير هنقرأ مجموعة اقتباسات في غاية الأهمية لعالم أرثودوكسي قبطي مشهور جدا بيشرح في هذه الاقتباسات تقريبا كل المشاكل المتعلقة بعيد الميلاد أو ميلاد المسيح أو الكريسمس هنقرأ مع بعض من موسوعة الأنبا غريغوريوس المجلد رقم 23 الأعياد المسيحية طبعا حطين على الغلاف صورة للأنبا غريغوريوس وهو يعتبر من أشهر الآباء الأقباط الأرثودوكس مكتوب تحت للمتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف عام للدراسات العليا اللاهوتية والثقافية القبطية والبحث العلمي كان بيتقال عنه اختصارا أسقف الدراسات العليا والبحث العلمي يعني هو الأسقف المتخصص بالعلم والدراسة المتعلقين باللهوت والثقافة القبطية يعني المفترض أنه مرجع متخصص وعلى عكس الأبا متى المسكين الأنبا غريغوريوس ما عليهوش مشاكل ودي معلومات الكتاب من الصفحة رقم 23 بيتكلم عن عيد الميلاد عيد الميلاد عيد ميلاد المسيح الكريسماس أي أن كان المسمى وخلي بالك ده يعتبر العيد رقم 2 من الأعياد المسيحية تاريخه وأسباب اختلاف موعين وعايز أكد أن تقريبا كل المشاكل اللي احنا هنعرضها على لسان الأنبا غريغوريوس النهاردة جبنا لها أدلة واقتباسات من مراجع أخرى فدي إشكاليات معترف بيها عالميا من كل الطويل هنا بيقول بمنتهى الصراحة لا يوجد دليل حتى هذه اللحظة لغاية النهاردة يعني على أن عيد الميلاد كان من ضمن أعياد الكنيسة الأولى الاحتفال بعيد ميلاد المسيح حتى عند المسيحيين تعتبر عبادة متأخرة ما كانتش موجودة من بداية التاريخ المسيح فهنا بيقول لا يوجد دليل على أن عيد الميلاد كان من ضمن أعياد الكنيسة الأولى فكل مصادرنا لا تعطينا دليلا واحدا على الاحتفال بعيد الميلاد قبل نهاية القرن الثالث وابدايات القرن الرابع هنا بيقول في القرن الرابع فقط نجد الكنيسة تحتفل بعيد الميلاد لكن علينا أن نسأل قبل بحث هذه النقطة كيف حددت الكنيسة يوم ميلاد المسيح يبقى أول مشكلة هو بيعرضها أن هذه العبادة وهذا العيد لم يكن ضمن أعياد الكنيسة الأولى وأن بدأوا يحتفلوا بعيد ميلاد المسيح في القرن الرابع الميلادي هو فيما بعد هيتكلم عن ليه المسيحين الأوائل ما احتفلوش بعيد ميلاد المسيح وليه الأباء المتأخرين في أواخر القرن الثالث بدايات القرن الرابع بدأوا يجدوا الحاجة أن هم يحتفلوا بعيد ميلاد المسيح وهيتكلم عن ليه الكنيسة اختارت يوم 25 ديسمبر و 6 يناير ويمكن في ناس سمعتني في فيديوهات قديمة أنا قلت 7 يناير هم المفروض أنه 6 يناير بس علشان هم بيحتفلوا بالعيد ده بالليل لأن المسيح المفروض اتولد بالليل فبياخدوا تاني يوم أجازة اللي هو 7 يناير فاحنا عندنا بشكل عام أو بشكل شعبي في مصر 7 يناير يوم ميلاد المسيح هو المفروض يوم 6 وبيحتفلوا به بالليل فبياخدوا تاني يوم أجازة المهم كيف حددت الكنيسة يوم ميلاد المسيح هنا بيبدأ يشوف الأدلة اللي على أساسها هنحاول نعرف يوم ميلاد المسيح بيقول أولا من الأناجيل لا نعرف في أي يوم ولد المسيح يعني مفيش أدلة من الأناجيل بتحدد لنا اليوم يمكننا أن نخمن وهذا التخمين ليس صحيحا هنا يقصد ليس صحيحا بمعنى أنه مش دقيقه مش هيحدد لنا يوم بعينه هنا بيقول إيه من إنجيل لوقة نعرف أن الرعاة كانوا يحرسون قطعانهم في المراعي وهذا ربما يتضمن الإشارة إلى الفصل الذي حدثت فيه بشارة الملاك للرعاة ففي فلسطين تكون قطعان الغنم في المراعي في شهر مارس أو إبريل إلى نوفمبر وهذا يجعل الربيع والصف والخريف هم أكثر فصول السنة احتمالا لوقوع حادثة بشارة الرعاة وهذا بالطبع لا يفيدنا بالمرة ولذلك في غياب النص الكتابي يكون كل البحث من قبيل التخمين إيه موضوع الرعاة اللي بيتكلم عنها الأنبا غريغوريوس الكلام ده موجود في إنجيل لوقة الإصحاح الثاني من بداية الإصحاح الثاني بيتكلم عن موضوع الاجتتاب وإنه تولد في مدينة داود بيت لحم فهنا بيقول إيه وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته وأطجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حرصات الليلة على رعيتهم إيبه هو تولد وفي اليوم اللي تولد فيه وفي المكان اللي تولد فيه كان في تلك الكورة رعاة وإذا ملك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما فقال لهم الملك لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا متجعا في مذود وبعدين الملايكة اللي قعدوا يقولوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصار لما سمعوا الكلام دا راحوا علشان يشوفوا الموضوع فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل متجعا في المذود فلما رأوه أخبروا بالكلام كذا كذا يبقى بالتالي بشارة الملاك للرعاة أنه ولد لكم اليوم يبقى بشارة الرعاة اللي بيتكلم عنها الأنبغ ريغوريوس بتتكلم عن اليوم اللي تولد في المسيح طب هما الرعاة متعودين يروعوا الغنم إمتى قالك من أول مارس أو إبريل لغاية نوفمبر فيبقى بالتالي في فصل الربيع والصف والخريف لكن دي مساحة كبيرة المهم أنه مش في الشتاء أنه مش في ديسمبر أو في يناير يبقى بالتالي الكنيسة لما حددت يوم ميلاد المسيح حددت اليوم الغلط لأنه وفق الأناجيل اللي مش بتحدد اليوم تحديدا لكن بتدينا تخمين هذا يجعل الربيع والصف والخريف هم أكثر فصول السنة احتمالا لوقوع حادثة بشارة الرعاة اللي هي كانت في يوم ميلاد المسيح يبقى بالتالي أول مشكلة تكلم عنها الأنبغ ريغوريوس إن هذه لم تكن عبادة قديمة وإن الكنيسة الأولى ما كانتش بتحتفل بميلاد المسيح وعيد الميلاد ما كانش ضمن أعياد الكنيسة الأولى تاني حاجة إن الأناجيل بتقول إنه تولد يوم بشارة الرعاة والرعاة بيرعو الغنم في الربيع والصف والخريف يبقى بالتالي الكنيسة لما حددت يا إما 25 ديسمبر أو 6 يناير اللي اتنين غلطت في صفحة بعد كده بيقول عيد ميلاد المسيح هل له أصل وثني؟ وخلي بالك الأنبغ ريغوريوس يعني من الآباء الدبلوماسيين يعني مش عايز يرميهالك في وشك ويقول لك أيوة اليوم اللي احنا بنحتفل بيه الأيام اللي الكنيسة حددتها سواء يوم 25 ديسمبر أو 6 يناير أصل الأيام دي أعياد وثنية هو قال كده ويوضح كده وشرح كده لكنه ما قالش بصراحة أن عيد ميلاد المسيح له أصل وثني هنا بيقول إيه؟ أول حاجة احنا طرحنا مشكلتين هنا مشكلة تالتة الكنيسة الأولى لم تكن تهتم بيوم ميلاد المسيح لذلك ظهرت هذه التخمينات السابقة كانت الكنيسة مهتمة بموت المسيح على الصليب وبقيامته ويوم عبادة الكنيسة هو يوم الرب أو يوم قيامة الرب اليوم الأول من الأسبوع يبقى أهم حاجة عندهم عيد القيامة في نقطة في غاية الأهمية بيعترف بيها ضمنيا الأنبغ ريغوريوس إيه هي النقطة دي؟ إن الكنيسة بدأت تحتفل بعيد ميلاد المسيح لما وجدت إن بقى فيه من الأهمية بمكان إن هم يوضحوا إن يوم ميلاد المسيح هو يوم التجسد الإلهي هو الحاجة دي ما كانتش موجودة زمان من بداية الكنيسة ولا الكنيسة من بدايتها أصلاً ما كانتش تؤمن بالتجسد وبالتالي يوم ميلاد المسيح بالنسبة لهم كان يوم عادي اتولد فيه إنسان فيوم ميلاده مش مهم لكن يوم قيامته مهم أقسم بالله العظيم الكلام ده في غاية الخطورة وهنأكد عليه تاني في موضعي المهم هنا قالك إيه؟ الكنيسة الأولى لم تكن تهتم بيوم ميلاد المسيح ليه؟ هنأكد على ده بعد شوية المهم عندها كان يوم القيامة وبعدين لم تكن الكنيسة تحتفل في عصر الرسل بميلاد المسيح فلقد كان ميلاد المسيح يعني القليل مش معنى؟ لأن أيامها كان مجرد ميلاد إنسان عادي لكن لما الكنيسة طورت عقائدها وبدأت تؤمن بعقيلة التجسد بقى يوم الميلاد ده يوم مهم ومش يوم عادي وبالتالي يجب أن نحتفل به كانت الكنيسة تهتم بالصليب وبالقيامة وحتى بالنسبة للرسل والشهداء لم تفك الكنيسة قط بالاحتفال بيوم ميلادهم لكن بتحتفل بيوم استشهدهم هنا باب النقطة اللي احنا جبنا عليها دليل قبل كده العلم أوريجانوس الإسكندري في بداية القرن الثالث يعترض على الاحتفال بأعياد الميلاد نظرا لأنها عادة وثنية ويقول أن في الكتاب المقدس اتنين فقط احتفل بعيدين ميلادهما الأول فرعون وقطع فيه رأس الخباز والثاني هيرودوس وقطع فيه رأس يحنى المعمدان فمن عنده تقوى رسولية لا يحتفل بيوم ميلاده لأنه في هذا يتشبه بالطغاوة الوثنين وجايب الكلام ده في المرجع تحت يبقى بالتالي من ضمن الإشكاليات اللي هو بيعرضها يوم ميلاد المسيح ما كانش في اهتمام الكنيسة في البداية وأصلا الاحتفال بأعياد الميلاد بشكل عام تشبه بالطغاوة الوثنين كويس قالك بقى لكن يبقى سؤال هام عمال يلف ويدور لماذا ستة يناير بالذات راح يعترف أن ده كان عيد فرعوني قديم وخلي بالك هو بيجادل شوية حول موضوع الغرب احتفلوا الأول يوم 25 وبعدين الشرق احتفلوا بيوم 6 ولا الشرق احتفل الأول بيوم 6 وبعدين الغرب احتفل بيوم 25 الخلاصة أن الغرب بيحتفل يوم 25 ديسمبر والشرق بيحتفل يوم 6 واليومين تم اختيارهم على أساس وثاني هنا بيقول هنا جايب علم ألماني اسمه كارل هول بيقول كان بحثه مبنيا على وصف العيد اسكندري قديم هو عيد ديوناسيوس العيد بتاع ديوناسيوس ده كان يقام في الاسكندرية في 6 يناير وبيحتفلوا فيه ببدء إطالة النهار وميلاد أليها وثانية وبعدين العيد الوثني ده هو عيد يحتمل أنه أخذ من عيد فرعوني قديم وهو عيد أزوليس يعني ظلمات بعضها فوق بعض وثانية نقلت عن وثانية أخذت منها المسيحية يبقى يوم 6 يناير ده وثانية فوق وثانية واضح جدا الكلام طب هم ليه بقى الكنيسة اخترت اليوم ده قالك جاء باسيليدس وأتباعه باسيليدس ده مهرتك واختاروا 6 يناير لكي يؤكدوا أن الإله الذي ظهر على الأرض في مثل هذا اليوم ليس ديونسيوس أو غيره بل المسيح الذي جاء إلى الدنيا أثناء عماده في نهر الأردن وهنا تكمل العناصر المطلوبة ليحل الاحتفال المسيحي مخل العيد القديم الوثني خلي بالك لما بدأت المسيحية يظهر فيها عقيدة التجسد اللي هي شبه عقايد وثانية لما لقوا أن الوثانيين بيحتفلوا بيوم نزول إلههم على الأرض النصر قالوا لا شيلوا إلهكم ده نحط إلهنا إحنا مكانه الكلام واضح قال لك هنا بينما يتزعم بعض العلماء الألمان الرأي بأن الغرب بدأ لاحتفال بعيد الميلاد في ستة ثم غيره إلى 25 في وقت مبكر جدا مش مهم مين بدأ قبل مين زي ما قلت المهم إن الغرب 25 ديسمبر دلوقتي والشرق 6 يناير واللاثنين وثانيين قال لك با هذا الرأي هو السائد وهو الأصح لأن له أسانيد كثيرة أدلة يعني اللي هو الرأي اللي بيقول إن الغرب هم كمان كانوا في الأول 6 يناير وبعد كده نقلوه 25 طب ليه نقلوه 25 وحجاتهم هي أن الإمبراطور مش عارف مين كان أكثر من شجع عبادة الشبس وأنه هو الذي اختار 25 ديسمبر كعيد للإله الشمس بينما تذكر العظة كذا بتاع القديس أغسطينوس أحد أباء الكنيسة لوما وتعنيفا للهراطقة المعروفين باسم الدوناتيين لأنهم تركوا الاحتفال بعيد الميلاديوم 6 خلي بالك أغسطينوس ده من الأباء الغربيين بيلوم على هراطقة مسيحيين إنهم تركوا الاحتفال بعيد الميلاديوم 6 وأخذوا يحتفلون به يوم 25 ديسمبر خلي بالك أنت أصلاً لما بتحتفل به يوم 6 هو أصلاً عيد وثني ما علينا هو بيلوم عليهم أن أنتو نقلتوه من 6 إلى 25 أصل 25 ديسمبر ده هو كمان عيد للإله الشمس الوثني ماشي في الآخر الأنباء غريغوريوس بيقول كل اللي عنده بقى في صفحة كده عن إقراءة كلها لقد رأينا من قبل كيف اختار المسيحيون يوم 6 يناي والأسباب التي أدت إلى هذا الاختيار إذ لم يكن من الصعب البحث عن يوم آخر للميلاد إذ فضلت الكنيسة أن يكون يوم 6 يناير هو يوم المعمودية فقط ولكن كانت عبادة الشمس المنتشرة في كل أنحاء الإمبراطورية معروفة لكل أحد وكان يوم 25 ديسمبر هو يوم الاعتدال الشتوي لقد لعب الجانب الرمزي دوراً في اختيار 6 يناير فإذا كانت الكنيسة تبحث عن يوم آخر للميلاد فإن اختيار 25 ديسمبر كان اختياراً موفقاً كان اختياراً موفقاً رغم إنه عيد وثني متعلق بعبادة الشمس وهو أيضاً من الناحية الرمزية فهو يوم الاعتدال الشتوي الذي يعقبه 6 يناير عندما تبدأ ساعات النهار في أن تزيد ويصبح التجسد وتأكيد بنوة الإبن سابقاً على ظهور الأب الروح القدس في مناسبة المعمودية ربط التجسد وعقائد الوثنيين بأعياد الوثنيين وإن الكنيسة في الأول ما كانتش بتحتفل بالكلام ده حقيقة أخرى يؤكدها كولمن حقيقة العبادة الوثنية في القرن الثالث كانت خصماً عنيداً للمسيحية هذه العبادة المعروفة باسم مثريزم المثرائية كانت واسعة الانتشار في كل أقاليم الإمبراطورية الرومانية فكان اختيار 25 ديسمبر هو محاولة لتقديم العقيدة المسيحية لغير المسيحيين بطريق غير مباشر وهو تغيير القلب والفكر ليعبد الإله الحقيقي في نفس اليوم الذي يعبد فيه الإله غير الحقيقي الذي خلق على صورة الإنسان وأهوائه نوع من التنصير المسيحية بدأت تنتشر الوثنيين عندهم أعيادهم خلوا أعيادكم زي ما هي بس بدل ما تحتفلوا بالإله الوثني بتاعكم احتفلوا بالإله المسيحي اللي عقدته شبه العقيدة الوثنية فيبقى الموضوع الانتقال من هنا اللي هنا بسيط هنا بيقولك إيه ونلمس هذا الاتجاه عند القديس أمبروسيوس أسكو في ميلان في القرن الرابع وغيره مثل أغسطينوس ولاون الكبير كبار أباء الغرب فيقول أمبروسيوس شريحاً الفرق بين العيد عند الوثنيين وعند المسيحيين المسيح هو شمسنا الجديد واخد بالك إله الشمس والمسيح هو شمسنا الجديد أو شمس البرن حط الشمس مكان الشمس عادي ويشير أغسطينوس إلى 25 ديسمبر ويحذر المسيحيين أن لا يعبدوا الشمس مثل الوثنيين بل ذاك الذي خلق الشمس بل إن اللون الكبير يقول في أسف وفي تعنيف عن مسيحيين احتفلوا بيوم الشمس في 25 ديسمبر بدلاً من ميلاد المسيح هذا يؤكد أن الكنيسة اختارت 25 ديسمبر وهي تعرف علاقة هذا اليوم بالوثنية لكنها على أي حال طريقة للكراضة والتبشير لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا الله محمد رسول الله والله العظيم دا كلام يعني شعار الأبدا وده مذهب بوليس أصلاً كنت الي اليهودي كيهودي وكنت الي ملا مش عارك مين أنت وثنيين هنجلكوا سكة في الوثنية بتاعتكم ما فيش أي مشاكل عشان نلخص ما سبق يبقى أول حاجة الكنيسة الأولى ما كانتش بتعيد عيد الميلاد نقدر نعرف اليوم اللي تولد في المسيح ما نقدرش بس الأيام اللي حددتها الكنيسة غلط وفق نصوص الأناجية أهم حاجة عند الكنيسة كان عيد القيامة مش عيد الميلاد لأن لسه عقيرة التجسد ما كانتش ظهرت لما عقيرة التجسد بدأت تظهر وهي عقيدة شبيهة بالوثنية والمسيحيين وجدوا أن الوثنيين بيحتفلوا بتجسد إلههم في أيام معينة المسيحيين خدوا هذه الأيام وشالوا الإله الوثني وحطوا الإله المسيح فيبقى يوم خمسة وعشرين عيد وثني ويوم ستة عيد وثني هنا بقى النقطة الهامة جدا اللي قلنا هنأكد عليها ليه الكنيسة الأولى ما احتفلتش علشان أيامهم كانت عقدتهم في المسيح إنه إنسان عادي فلا يجوز الاحتفال بيوم ميلاد إنسان عادي هنا بيقول لماذا تعيد الكنيسة بميلاد المسيح هل المسيح إنسان عادي حتى يحتفل بعيد ميلاده؟ من هو يسوع المسيح الذي نحتفل بميلاده؟ بيقول هنا إيه؟ إن كنا نحتفل بعيد الميلاد فذلك لكي نبين أن كلمة الله وهو الأقنوم الثاني من الثلوث القدوس الأزلي قد اتخذ في الزمان له جسدا وظهر فيه بيننا فميلاد المسيح معناه أنه وهو الأزلي الكائن قبل الزمان وقبل كل الدهور اتخذ في الزمان جسدا الكنيسة الأولى ما كانش عندها تجسد ما كانش عندها احتفال في أواخر القرن الثالث بداية الرابع كان عندهم تجسد وجدوا الحاجة للاحتفال زي ما الوثانيين كانوا بيحتفل في صفحة تانية بيقول إيه؟ لماذا تجسد المسيح؟ هذا هو المسيح الذي نحتفل بميلاده لا كإنسان يولد كما يولد أي إنسان لقد اعترض أباء الكنيسة الأوائل في مبدأ الأمر على إقامة عيد الميلاد هل الكنيسة الأولى اعترضت على إقامة عيد ميلاد المسيح؟ مش دي القصة هي ما كانتش بتحتفل بعيد ميلاد المسيح ليه؟ لأن مفيش شيء مميز في ميلاد المسيح وقتها عشان يحتفلوا بيه هنا بيقولك إيه؟ لما ظهر بعض الهراطقة الذين أنكروا مجيء المسيح في الجسد فتوكيدا لحقيقة التجسد وإنها حقيقة مهمة لخلاص الإنسان لذلك أصروا على الاحتفال بعيد الميلاد ليؤكدوا حقيقة تجسد المسيح لأن التجسد كان وسيلة تجسد كان وسيلة لغاية والغاية هي الفداء أنا هنا ببعث رسالة للمهندس فضل سليمان ربنا يحفظه وببارك فيه ويصلح حالنا جميعا مهندس فضل سليمان كان بيقول إن أنا ممكن أهنئ المسيحي في عيد الميلاد لأن عيد الميلاد ما فيوش حاجة بتخلف عقدي وكان بيقول أنا مليش دعوة باعتقاد المسيحيين في المسيحي لكن أنا مهنيش المسيحي في عيد القيامة لإن ده بيخالف اعتقادي وبيقول إنه لا يؤمن أو المسلم لا يؤمن بأن المسيح اتصلب ومات وأم الأموات هل يجوز إن احنا نقول إن احتفالهم بعيد الميلاد لا يخالف عقدي؟ اولا احنا قلنا ان دا مش اليوم اللي اتولد في المسيح اصلا وان الايام دي كانت في الاصل اعياد وثانية واتخذتها المسيحية اعيادا لها لكن ميلاد المسيح لو كان انسانا عاديا ما كانوش احتفلوا بيوم ميلاده زي ما بيقولوا هنا هم احتفلوا بيوم ميلاده تأكيدا على عقيدة التجسد ولأهمية التجسد انها وسيلة للفداء والصل والكنيسة الاولى لما ما كانش عندها عقيدة التجسد ما كانتش بتحتفل بعيد الميلاد ولما ظهرت هذه العقيدة بدأوا يحتفلوا بيها زي ما الوثانيين بيحتفلوا بتجسد الهتهم الكلام دا والله العظيم في غاية الاهمية يحتفلوا ليه توكيدا لحقيقة التجسد وانها حقيقة مهمة لخلاص الانسان لذلك اصروا على الاحتفال بعيد ميلاد ليؤكدوا حقيقة التجسد المسيح لان التجسد كان وسيلة للفداء شوف بقى بيقول ايه هنا عشان يجيبوا من الاخر عشان المسلمين يعرفوا اقسم بالله المسيحيين اللي بيحرجوا المسلمين اللي بيقولوا احنا بنحتفل بعيد ميلاد النبي عيسى ويقولوا لهم احنا ما نعرفش حد اسمه عيسى وما احنا ما بنحتفلش بميلاد نبي وما بنحتفلش بميلاد رسول ايوه هي دي الحقيقة هم ما بيحتفلوش بعيد ميلاد نبي لماذا سمي المسيح بابن الله ايماننا نحن المسيحيين ان المسيح ليس انسانا ولا عبدا ولا رسولا وان كان قد اخذ سورة العبد واخذ سورة الرسول اما الحقيقة فهي انه في البدء كان الكلمة والكلمة كان لدى الله وكان الكلمة الله وبعدين اعدي يتكلم هنا فما معنى انه ابن الله وهل الله يلد وقعد يلف ويدور قانون الايمان بيقول عن الابن انه مولود من الابن طبعا هو عارف انه القرآن الكريم يقول كلهو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لوكفون احد لكن هو ما ينفعش ينفي ان الابن مولود انا في الحقيقة سعيد جدا ان الله عز وجل وفقني اني اقع على هذه الاقتباسات وعلى هذه الاعترافات الخطيرة جدا المتعلقة بعيد من اعياد المسيحيين عيد الميلاد او عيد ميلاد المسيح او الكريمس مشاكل فوق مشاكل فوق مشاكل ووثنية طاغية وفي الاخر المفروض نناقش ليه حرام تهنئة المسيحيين في عيادهم الدينية خصوصا عيد الميلاد او عيد القيامة لو حاز هذا الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجابني ولا تنسى ان تقوم مشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بهذا الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بزارة صفحتنا على بيتريون او بيبال او حتى قم بالانساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة